بالفيديو زوجة هشام خديجة ترد على المغارب الذين يقولون أن عائلة هشام لم يقف إلى جانبه خلال فترة مرضه وأول ظهور لوالد هشام شاهد ماذا قالت خديجة إذا كنت مسلما فاضغط علامة أعجاب لهذا الفيديو والدعاء لزوجها بالشفاء ونسأل الله أن يمن على هشام بالشفاء العاجل وأن يجزي خديجة وكل من يساعدهم القوة والصبر لتجاوز هذه المحنة نشرت المؤثرة المغربية خديجة سطوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمع زوجها هشام ووالده في أول ظهور له منذ سفر ابنه إلى فرنسا لاستكمال علاجه وذلك للرد على الانتقادات التي طالت عائلة هشام حيث ادعى البعض أن عائلته لم يقف إلى جانبه خلال فترة مرضه عندما كان في المغرب أو حتى عندما سافر إلى فرنسا لاستكمال علاجه وقد تعرضت خديجة زوجة هشام لانتقادات واسعة من بعض المتابعين الذين اعتبروا أن عائلة هشام لم تظهر بجانبه خلال فترة مرضه ولم تقدم له الدعم اللازم وفي ردها على كل هذه الانتقادات نشرت خديجة صورة لهشام رفقة والده على حسابها المشترك مع زوجها هشام بالانستجرام وأرفقتها برسالة مؤثرة وجهتها إلى والدتها قالت خديجة في رسالتها من خلال هذه الرسالة أرادت خديجة أن توصل رسالة واضحة للجميع وتؤكد فيها أن عائلة هشام لم تتخلى عنه بل كانوا وما زالوا يساندونه في هذه الأوقات الصعبة على الرغم من كل ما قيل دعت خديجة بالشفاء العاجل لزوجها هشام